خليني أشكر حضرتك وأشكر مشاهدي قناة النادي الأهلي في الحقيقة على متابعتهم لقناتنا العظيمة قناة النادي الأهلي واللي احنا دايما بنبقى فخورين بأن احنا نطل على جماهيرنا من خلال هذه القناة في الحقيقة والنهاردة فعلا يوم جميل في رحاب فرع النادي بمدينة ناصر في الحقيقة لأنه شهد كتير من الأحداث النهاردة وكان أهم هذه الأحداث هو افتتاح ملاعب البدل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وده أعتقد واحدة من الرياضات الجديدة اللي أيضا غير الرياضات التقليدية التاريخية اللي احنا بنوفرها لكل أعضاء النادي الأهلي تنس أردي سواء كانت تنس طولة أيضا في مجموعة ألعاب المضرب لكن النهاردة ده بيعكس حرص النادي الأهلي على أن كل التطورات اللي فعالها من الرياضة تكون متاحة داخل جدران النادي الأهلي وأيضا أنا برضو كمان عايز أقول أن احنا النهاردة على الرغم أن احنا بنفتتح في مدينة ناصر أربع ملاعب بدل إلا أن الأربع ملاعب أيضا دخلوا في ملعبين في الجزيرة أيضا موجودين بالفعل وتم استرادهم ودخل وتم استلامهم بالفعل في الجزيرة جار الانتهاء من تركبهم إن شاء الله في مقر رئيسي بالجزيرة وأيضا مقر الشيخ زايد أيضا تم استلاب الملاعب دي وموجودة في مقر الشيخ زايد وإحنا الحمد لله أيضا عملية التطوير هي عملية مستمرة من نسبة للنادي الأهلي يمكن ملاعب الشيخ زايد في ملاعب التنس تم تطويرها بالكامل الأربع ملاعب ست ملاعب تنس تم تطويرهم بالكامل واستلامنا فعلا اتنين دخلوا للخدمة برضو بعد عادة رفع كفائتهم في الحقيقة وده جزء من عملية بتدمج ما بين إنشاء ملاعب جديدة وأيضا تطوير الملاعب القائمة ده النهاردة المجلس في الحقيقة بالكامل كان بيستعرضه أيضا النهاردة مجلس الإدارة انعقد في مقر مدينة نصر الحمد لله النهاردة وتم استصدار مجموعة من القرارات تم إعلانها على جماهير النادي الأهلي أيضا من خلال قناته وقناة النادي الأهلي ومن خلال أيضا الموقع الرسمي للنادي الأهلي خلينا برضو نقول إن كان القرارات دي من أهمها النهاردة إن إحنا بدأنا الخطوات الفعلية في تشكيل الهيكل الوظيفي لفرع التجمع وده أيضا واحد من المشروعات الكبيرة الضخمة للنادي الأهلي وتم من حمد لله موافقة مجلس الإدارة على تعيين العميد أحمد النحاس كمديرا لفرع النادي الأهلي بالتجمع أيضا النادي الأهلي في الحقيقة أيضا لا يعني ينسع عطاء كل الجميع وأيضا عندما يختار يختار الكفاءات التي أدت بإخلاصه بكفاءة وكان النهاردة تقدير للسيد العميد محمود حزين واختياره أيضا مدير لفرع مدينة نصر في الحقيقة النهاردة كمان تم تكليف السيد عمر ممدوح أيضا قائما بأعمال مجمع حمام السباحة في مدينة نصر أعتقد سلسلة من القرارات في الحقيقة النهاردة بتعكس معايير واضحة لاختيارات النادي الأهلي معايير قايمة على الكفاءة في الحقيقة معايير قادرة على أن هي تختار أفراد قادرين على مجارات التطورات اللي بتحدث فيه النادي الأهلي سواء كان على مستوى البنية التحتية أو على مستوى المشروعات الضخمة في كل مجالات اللي بتغطي أرجاء النادي الأهلي في فروعه الرئيسية الأربعة يعني خلينا النهاردة النادي الأهلي بيشارك الدولة في أهدافها الاستراتيجية وأهداف الدولة المصرية الاستراتيجية أما هي مجموعة أصحاب الهمم أصحاب الهمم النهاردة هم واحد من أهم الشريحة للدولة المصرية في الحقيقة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوليها اهتمام كبير جدا ويمكن احنا عندنا ذكرى جميلة وذكرى بنفتخر بيها في النادي الاهلي وعندما طلب احد اصحاب الهمم من فخامة السيد الرئيس بان يتواجد داخل جدران النادي الاهلي ويمارس رياضة المفضلة السباحة داخل جدران النادي الاهلي كان هناك استجابة سريعة من الكابتن محمود الخطيب ايضا وتلبية هذه الرغبة لابننا احمد النهاردة احنا حارسين ايضا ان احنا نستمر في هذا التوجه وفي كل المشروعات الجديدة ايضا اصحاب الهمم لهم مكانة خاصة في كل المشروعات الجديدة حتى زي ما احنا شفنا النهاردة ملاعب البدل الجديدة في مدينة ناصر ايضا عاملين توفير بعض الخدمات لاصحاب الهمم موجودة وكان حريص الكابتن محمود النهاردة مع مجلس الادارة انه يتابع هذه الاشتراطات ومدى توفرها في ملاعب البدل داخل مقار النادي بمدينة ناصر احنا كمان عندنا الفرق الرياضية اللي موجودة ايضا فيه جهاز فني النهاردة موجود لأصحاب الهمم فيه تلات رياضات رئيسية موجودين لهم بتتوفر داخل جدران النادي الاهلي في الحقيقة لانهم شريحة مهمة من المجتمع المصري والنادي الاهلي دائما كما يدخل السعادة والسرور بكل بطولاته وليه كل الجماهير المصرية بشكل عام جماهير النادي الاهلي بشكل خاص ايضا حريص ان يدخل السرور على الاسرة المصرية التي لديها كنز كبير وهم اصحاب الهمم يمكن في الحقيقة النادي الاهلي لما نيجي نبص على كتير من العنوين بتاعته تحت التلات كلمات رئيسية اللي دائما بنكررهم وفخرين بيهم تاريخ مبادئ تطوير النادي الاهلي من ضمن مبادئه ان الافراد الذين اخلصوا في العطاء للنادي الاهلي النادي الاهلي في الحقيقة حريص على انه يمنحهم الفرصة تلوى الاخرى فالنهاردة القيادات في الحقيقة النادي الاهلي اختارها النهاردة وصدر بها قرار من مجلس الادارة سواء كانت في العميد احمد النحاس في فرع التجمع او في العميد محمود حزين كمدير لفرع مدينة نصر وتجديد الثقة ايضا في الزميل الفاضل استاذ خالد مرسي مدير مقار الجزيرة وايضا الزميل الفاضل اللي هو خالد عبد الرحمن مدير فرع النادي بالشيخ زايد هو في الحقيقة قرار بيعكس مجموعة من القيم مجموعة من المبادئ التي تربى عليها النادي الاهلي وانشئ عليها النادي الاهلي وكل مجالس الادارات جيل بعد جيل بيعزز هذه المبادئ عندما يكون هناك عطاء عنوانه الاخلاص وعنوانه الكفاءة سوف يكون لك استدامة ساستنبلة داخل النادي الاهلي في مراكز وظيفية أنت سوف تستحقها النادي الاهلي دايما عنده أهداف كبيرة عنده أعضاء أيضا لهم طموحات أيضا فبنختار الكفاءات اللي تقدر تنبي هذه الطموحات بشكل يسعد أعضاء النادي الاهلي فكان ده النهاردة جزء من عنوان القرار في الحقيقة أيضا رياضة المرأة واحدة من الرياضات الأساسية داخل جدران النادي الاهلي والنادي الاهلي لون نجاحات كبيرة بالأمس القريب يمكن كان فيه زيارة من أحد الرموز الرياضية العربية في مقر النادي الاهلي الكابتب محمود ودعوة النادي الاهلي لحضور ملتقة المرأة العربية في الحقيقة وكابتب محمود كان حريص أن يكون هناك مشاركة كبيرة للنادي الاهلي في هذا الملتقة وكلف زميلتنا الفاضلة عضو مجلس الإدارة المهندسة مية عاطف في الحقيقة أن تكون فيه الحضور وأن تكون لها تمثل النادي الاهلي في هذا الملتقة وعرضت في الحقيقة تجربة رائدة هي تجربة رياضة المرأة داخل جدران النادي الاهلي وكيف حصل التمكين داخل جدران النادي الاهلي للعديد من الرموز الرياضية سواء كانت دكتورة رانيا علواني وأيضا المهندسة مية عاطف أيضا أحد هذه الرموز الوعيدة وإحنا كان عندنا أيضا الفرق الرياضية في الرياضات النسائية كرة الطائرة أيضا وهي واحدة من الفرق العملاقة في الحقيقة اللي فازت بعدد متتالي من البطولات لم يحدث إلا لكرة الطائرة في النادي الاهلي في فرق السيدات في الحقيقة أيضا كرة السلة لديها نتائج في الحقيقة أيضا كبيرة السباحة أيضا لدينا نتائج أيضا نفتخر بها في النادي الاهلي وعندنا الابن الوعيدة هنجودة في تنس الطاولة فالنادي الاهلي في الحقيقة عندما تتحدث عن الرياضة النسائية يكون النادي الاهلي عنوان لها وفي الحقيقة كمان يمكن النهاردة 60% من المنتخبات الوطنية قوامها في الرياضة النسائية تحديدا من النادي الاهلي عندنا مجموعة من الأكاديميات الرياضية كان عندنا كمان زيارة بالأمس القريب للكابتن محمود رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد من المملكة العربية السعودية في الحقيقة وفي الحقيقة قبل انبهاره واندهاشه بالفرص اللي بيقدمها النادي الأهلي لتمكين أبنائنا وبناتنا من الممارسين داخل مختلف الرياضات وكان بيتفاجئ حتى من العدد يمكن كان بيسأل على كرة اليد تحديدا الأكاديميات اللي موجودة يمكن الزميل الفاضل كابتل رؤوف عبدالقادر قال ان احنا عندنا أكتر من 800 لعب ولعبة فيه كرة اليد اعتقد ان ده شيء الناس بتتعجب ليه انت كنادي أهلي عندك عدد كبير من الرياضات تقترب من عدد 19 لعبة اعتقد ان الناس بتبقى شايفة ده على انه انجاز لا يمكن غير النادي الأهلي هو اللي يقدمه يعني بالفعل دايما الكابتن محمود حريص جدا حريص جدا على العمل والعمل المستمر والدقوب وبتركيز شديد ويبحث في كل صغيرة وكبيرة بتفاصيلها الدقيقة ليكون النادي الأهلي في أبهى صورة في الحقيقة ده رقم واحد رقم اتنين في الحقيقة الكابتن محمود دايما حريص ان ما يتم وعود الجماعية العمومية جماهير النادي الأهلي بيه لازم ان تكون الادارة التنفيذية ملتزمة بيه وبانجازه في التوقيتات المحددة ويمكن ده نعكس النهاردة بوضوح في الاختيارات يعني النهاردة اختيار العميد أحمد النحاس هو واحد من الكفاءات اللي كانت موجودة في مدينة نصر وكان عارف الفلسفة بتاعة النادي الأهلي وعارف طبائع وخصائص وقيم ومبادئ النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي في الحقيقة وبالتالي عندما قرر النادي الأهلي في الحقيقة ان يكون هناك جدول زمني للانتهاء من مشروع لفرع النادي الأهلي في التجمع ان يكون هناك شخص ملم بهذه القيم ملم بهذه المبادئ لديه رؤية واضحة عن التعامل مع عضاء النادي الأهلي لديه رؤية واضحة عن مبادئ النادي الاهلي والهيكل التنظيمي للنادي الاهلي فكان اختيار العميد أحمد النحاس وكان فيه تكلفات واضحة بالمتابعة الدقيقة واليومية ساعة بساعة برفع تقارير دورية عن جميع الأعمال التي تتم في فرع التجمع لإفتتاحه في التوقيتات المحددة وأن يتمتع بعلاقات طيبة مع كل منظومة العمل اللي بتتم في التجمع سواء كانت الشركة المنفذة للمشروع سواء كان جهاز القاهرة الجديدة اللي موجود عشان الانتهاء زي ما مجلس الإدارة حريص ينتهي من هذا المشروع الضغط اللي في الحقيقة تكلفته الاستثمارية النهاردة ممكن تتجاوز المليار و600 مليون جنيه ده مشروع بالنسبة لنا مهم جدا ومشروع من المشروعات الأهلي ان شاء الله ينجزها في التوقيت اللي ان شاء الله اللي احنا بنأمل انه يخش الخدمة في خدمة عضاء النادي الاه المحور التاني هو كان بيتمثل فيه اختيار العميد محمود حزين كمدير الفرع هو واحد من ابناء مدينة ناصر يعي كل تفاصيل هذا الفرع يعي ايضا كل الاحتياجات للسادة الاعضاء الموجودين في هذا الفرع وبالتالي كان لابد ان يتمتع بهذه الصفات وكان فيه تكليف واضح من الكابتن محمود ان تتم عملية الانتقال ما بين القيادات بشكل سالس وبشكل سريع جدا يمكن انت زي ما حضرتك تفضلت مشكورة احنا يسا ما خلصناش الاجتماع لكن كان فيه توجيه من الكابتن محمود بالاجتماع مع السادة المديرين عشان عملية التسليم والتسلم وايضا رسم خطة العمل في الصباح الباكر في الصباح الباكر في الحياة كمان يمكن احنا بكرة عندنا لجنة شؤون عاملين في النادي الاهلي في مقر الجزيرة واللجنة من ضمن الموضوعات اللي مطروحة عليها هو تسكين الادارات الخاصة بالهيكل التنظيمي لفرع التجمع وبالتالي يتم دعوة العميد احمد النحاس لحضور هذا الاجتماع بحيث يبقى عنده كل التفاصيل بتاعة الهيكل التنظيمي ويبقى عنده رؤية واضحة لطبيعة عمليات التشغيل اللي هتبدأ ان شاء الله بمجرد الافتتاح بالاضافة ايضا دعوة المستشار الهندسي للتنصيق ما بين المديرين الجدد في الحقيقة عشان يشوفوا المشارعات التطورية والجداول الزمنية الخاصة بانجازة عشان كل مدير يقوم بمهامه الوظيفية لان احنا في النادي الاهلي في الحقيقة ما عندناش فكرة او ثقافة رفاهية الوقت فعندنا كل دقيقة عندنا بتفرق بالنسبة لنا في شغلنا عندنا ما مفكرش غير في حاجة واحدة بس ان احنا ننجز المهام والاهداف المكلف بيها الجهاز التنفيذي من قبل مجلس الادارة الموقر في الحقيقة وده مهم بالنسبة لنا واحنا بننقل كل هذه الاهداف للسادة الزمل المديرين وبسرعة شديدة يمكن انا هخلص هنا وبردو نبدأ نشوف السادة المديرين اللي تم تجديد الثقة فيهم نتيجة العداءهم في الفترة اللي جاية ان احنا نحط لهم الاهداف الجديدة لان كل يوم عندنا اهداف جديدة يمكن انت النهاردة عندنا مشروعات الاربع ملاعب البدل في مدينة نصر بكرة بنفكر فيه النهاردة السلم المزدوج بالنسبة للجراش بنفكر في المشروع ده ايضا ان احنا ازاي هنستكمله فعندنا مهمة جديدة كل ما انتهينا من مهمة بنخش على مهمة جديدة فما عندناش الوقت ان احنا نضيعه في الحقيقة في النادي الآن اشتركوا في القناة